بلتمية اتنين وسبعين. اسئلة الالكانات الحلقية. ومقدمة البنزين في كتاب مندليف. اول سؤال بيقول لي الشكل المقابل بيوضح عدد زرات الكربون لتلك مركبات الى فاتية حلقية. تعال بقى كده نشوف ايا من الابارات صحيح. طبعا احنا عندنا هنا ده اقل عدد زرات كربون. ممكن انت تقول ادى واحد اتنين تلاتة اربعة خمس زرات ايه كربون. وتبدأ تتكلم على اساس ان ده تلاتة فيبقى ده ستة ويبقى اسمه بروبان حلقي. وتجي هنا ده هيبقى فيه اربعة يبقى سيه اربعة اتش تمانية ويبقى اسمه بيوتان حلقي. ويبقى ده وان خمس زرات كربون فيبقى سي خمسة اتش عشرة واسمه بنتان حلق. كده بقى قدامي التلات مركبات. فبيقول لي ان المركب ايه? اكثر نشاط. ايه اللي هو البنتان الحلقي اكثر نشاط? اقول له لا. اقل نشاط او اكثر استقرار. بي بيقول اللي اقل نشاط? هقول له لا. الايه هو اللي اقل نشاط? السي هو الاكثر نشاطا واقل استقرارا. السي اكثر نشاط ايوة واقل استقرار. انا يا جماعة كده? تمام. يبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار سي. طب لا بقول لي ركتبهم. اه هنعكس ايه العلامة? لان الاستقرار عكس مين? النشاط. الشكل البيانة الذي يعبر عن العلاقة بين قيم الزوايا بين الروابط واستقرار اول ثلاث مركبات. طبعا احنا قلنا البروبان الحلقي. بيبقى عنده كم زرات? بيبقى عدد زرات بتاعه تلاتة. ويبقى الزاوية بتاعته زاوية ايه? ستين. والاستقرار بتاعه استقرار ايه? عالي. يعني زاوية صغيرة. والاستقرار عالي. طلعنا للبيوتان اه النشاط بتاعه. النشاط هو اللي عالي. النشاط عالي والاستقرار اقل. ماشي. يبقى نروح للي بعده. الزاوية زادت. بقى التسعين. والنشاط قال ايه? شوية. فالمعلومة بتقول كل ما زاد عدد زرات الكربور زادت قيمة الزاوية. وقلى النشاط وزاد الاستقرار. دي المعلومة. تعال اشوف العلاقة عندك بين مين ومين? بين قيم الزاوية. واستقرار للمركب فانا قلت هيقل ليه? وزاد ليه? الاستقرار. زاد النشاط. زاد الاستقرار. يبقى العلاقة بينهم. زادت قيمة الزاوية. زاد الاستقرار. يبقى العلاقة علاقة ايه? طربية. يبقى الشكل بتاعنا ايه? الف. صلع النبي صلع. قدامي مجموعة من المركبات. المركب ده هو ان اسمه حلق. مركب ده هو ان اسمه بيوتين حلق. عشان ربط ايه? صناعي. مركب ده هو ان اسمه بنتان حلق. وده هو ان بيوتان حلق. طيب بيقول رتبهم على حسب مين? النشاط. اللي فيه ربط باي هيبقى انشط. اللي فيه ربط باي انشط. لان الالكين انشط من الالكان. عشان الرابط باي بتبقى اسهل في الكاسر سواء كان حلقي او مفتوح له السلسل. فهنا بقول لك ده انشط حاجة. يبقى البي انشط. فين البي انشط? مفيش غير فقالف بس. اهو. طيب البي انشط هيبقى اقل حاجة في النشاط خالص هيبقى مين الايه? واضحة? ماشي يا جماعة كده? دم ايه? تعالى بقى نشوف سواء رقم اربعة. بقول لقيمة الزاوية بين الروابط بين زراتي الكربون سي و سي. فيه الالكان الحلقي المتفرع. والذي يحتوي جزئه على اربع زرات كربون. خلي بالك هو متفرع وفي ايه? اربع. يبقى تلاتة اصل وواحد فرع. هيبقى من صيل بروبان حلقي. ده بالزاوية? زي البروبان الحلقي هتبقى كام ستين? طيب طبعا هو لو قيل لي مش متفرع هيبقى بيوتان حلقي فتبقى الزاوية كام تسعين. سؤال رقم خمسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لقيمة مقارنة الربطتين واحد واتنية. اذا الرابطة واحد وادا الرابطة اتنية. طبعا هيقارن من حيث قيمة ايه? الزاوية. ده مفتوح السلسلة. وده حلق. طيب هو بتكلم على الربطة ايه? سجمة وايه? وسجمة. بس هنا قيم الزاوية بتبقى صغيرة. وده بيزيد من النشاط. يزيد النشاط يعني بتبقى سهلة لايه? الكاس. يبقى اسهل في الكاس. عشان قيمة الزاوية ما بين الروابط. طيب هنا بقول لك كلاهما قوي صعب لايه? الكاس. ها كلاهما ضعيف? لا. الربطة واحد هتبقى اضعف من الربطة اتنين عشان قيم الزاوية. هنا بتبقى ستين وهنا بتبقى مية وتسعة. واحنا قلنا كل ما زاد قيمة الزاوية كل ما قال ليه? التنافر. كل ما زاد لايه? الاستقرار. عاوز اسمي المركب ده? هنبدأ من عندي الاي صيل ولا المي صيل? اي صيل. الاف بقى بحيث ان انا اعطى اقل رقب. يبقى كده. يبقى واحد اتنين تلاتة. واحد اي صيل. تلاتة مي صيل. بينتان حلق. عاد. واحد اي صيل تلاتة مي صيل بينتان ايه? حلقي في ايه بقى الاختيار بتاعنا الاختيار? ايه. بقى. خلي بالك بقى من المركب ده. بص يا باشا كده وركز معي. هنا حلقة بنزين ايه? حلقة بنزين? حلقة بنتان حلق. ماشي? مش بنزين ده. لسه ما صنعش للبنزين. هنا اكتب اسمه ايه? مي صيل. متكرارة كم مرة? اربع مرات. سي اتش تو. سي اتش تو. ولا سي اتش تو? وفي الاخر سي اتش سري. طيب عدهم كده هيبوا كم? خمس. يعني كده? الخمسة ده اللي اسمه ايه? بين طيل. ودوان ايه? خلاص? هو عاوز يفهمك هنا ان احنا هنشتغل على دواء لانه ايه? ايه? قصر. لانه جايب كله في الاختيار ايه? بنتان حلقي. هكسان حلقي. خلاص استباعدنا لانه ما خلقنا الزرات كربون في ايه? في القصر. طيب تعال ابقى نشوف. هو اللي بيجي الاول المي صايل ولا البين طايل? المي صايل. يبقى واحد مي صايل اتنين بين طايل. واحد مي صايل اتنين بين طايل بين تان ايه? حلقة. من الاجبر هنا? عدد زرات الكربون في الحلقة? ولا عدد زرات الكربون في السلسلة? طالما عدد زرات الكربون في السلسلة اطول اللي بيجي نشتغل على السلسلة هي الايه? القص. ماشي? ويبقى ده فرع. اسمه ايه فرع ده? بوروبايل حلقي. او اسمه سايكلو بوروبايل. ماشي يا جماعة ما احنا اقولنا انا مش مدرس لغاء. ماشي يا حاج. سايكلو ايه? بوروبايل. طيب. حضرتك هتعد بقى من ناحية البروم ولا من ناحية السايكلو? بروم ابجاد الاول. تبقى واحد اتنين تلاتة اربعة. الله عليك يا استاذ. خدت بالك? اه من غير ما نفكوا عددين. اه خمسة ستة. يبقى اسمه ايه? هيكسان. مشيه البقى ايه? كله هيكسان? تمام. يبقى اتنين بورومو. اتنين بورومو خمسة. ده تلاتة? اه. ماشي معلش الاضاءة جافة. يبقى اتنين بورومو. خمسة سايكلو بروبايل. ماشي. لا فطرت. انا معكم انتها تحجبوني. بقول لكم النظارة والاضاء. قال ليه? لا حاول العتب عن نظر. انا وانا صغير كان نظر ستة على ستة. ان لسه لابس نظرة من سنتين. ومنكم للانتو اللي عملتوا فاكرة. ماشي. طيب. استغل جزائية لمركب واحد بورومو تلاتة ايسائل بنتان حلق. اول حاجة يا جماعة هنعمل البنتان الحلقي او شكل خمسي. وهاجي هنا كده اعمل بوروم. وعلى الزارة رقم تلاتة. هعمل ايسائل اللي هو سي تو اتش فاير. عد كربونك سبع. سبع زرات كربو. خمسة في الحلقة. خلاص? طيب لو انت عندك اي مركب حلقي او مركب الكن حلقي هيبقى سي سبعة اتش كام اربعتاشر. مش ده الطبيعي? عندك فرع بوروم يبقى دي تبقى كام تلاتتاشر. وتحط بورومو. خلاص كده? ايه. الصيغة الاولية سي اتش تو. صيغة اولية. يعني ناتجة منين? من الاختصاص بتبقى سي اتش تو. يعني عدد زرات الكربون مصعدة زرات الهيدروجين. ولو بدأت من عند الهيدروجين يبقى الهيدروجين ضعف من الكربو. الكلام ده بيتم في الحلقي اللي هو الالكاة او الالكين العاد. ها قد تكون ايه? الكين او الكن ايه? حلق. ليه بقى اعمل حاج? لان الصيغة العامة بتاعتنا بتبقى سي اتش تو ان. صلى على النبي صلى. بقول كلها مما يلي يعبر عن البيوتان الحلقي عادة. عادة. يمكنه التفاعل بالاستبدال. اه الكان بتفاعل بالاستبدال ما عندهوش روابط باية تتقصر. وبالتالي مش هيتفاعل بالاضافة. بتفاعل بلايه? بالاستبدال. مقدار ازاي بين الروابط به اقل من البنتان العادي. البنتان العادي قلنا بيبقى مية تسعة ونص. ويه? ده بيوتان فايبقى كام تسعين? التسعين اهل من? صح. ليس له مشابهات جزئية حلقية. ليه? ليه اللي هو مين? اللي هو مسايل بروبان حلق. يبقى دية اللي انا اختاره. لان هو بقوله كله بيعبر عنه معادي. ماشا ماشا? تمام. يتكون موابع مجموعات مسيلين. قلنا كل زرات الكربون بتبقى مرتبطة بزرتنا هيدروجين في حلقة الالكان الحلقي. ويبقى كله مسيلين. لو احنا وزن نطلع عن مسايل بناعمل ايه? فروب. يتفق البيوتان الحلقي. مع الهكسان العادي. حلقي مع عادة. في جميع ما قالي معادة. نوع الرواب. سيجما في الاتنين. مش هنختاره. عدد مجموعات المسيلين. ايه. ده اربعة مسيلين. وده اربعة مسيلين. ليه بقى? لان كل زرات او كل اركان المركب الحلقي او البيوتان الحلقي مسيلين. وهنا هيبقى كله مسيلين مع عدد طرفيتين بيبوي ايه? ميساي. تمام. نوع السلسلة الكربونية. لا. السلسلة الكربونية مختلفة. الصغر عن طايتهم بيكون ايه? مختلف. واحد بيبقى سي ان اتشي تو ان. والتاني سي ان اتشي تو ان بلاس تو. التشبع كلا هم ايه? متشابع. انا قلت بلاس تو? اه ماشي. الصغة الجزائية. هنا احاول الصغة ايه? جزائية. اوكي ان السؤال باتكرار تاني. الصغة الجزائية لمركب واحد برومو. اتنم صايل بيوتان. اعمل البيوتان. واحد برومو ادب روم. اتنم صايل بيوتان. حلقي. يبقى هنا كده. عدد زرات الكربون خمسة. سي خمسة اتش عشرة في العادي نزل منهم واحدة بكام? تسعة. وهط ما كان ايه? بروم. الف? تمام. الصيغة الجزائية لهيدرو كربون حلقي غير مشبع. انت درس المشبع. طيب. تتكون حلقته من اربع زرات كربون. اذا الحلقة. وربطتين مزدوجتين. انت حر يا بيه? حطهم اربعة. فحطهم متقابلتين مش فرقة معاك. فبصلى عنها بصلى. كل ربطة باي بتقلل هييدروجين تيه? يعني هو لو كان بيوتان كان هيبقى سي اربعة اتشي كان تماني. لاني بتكلم على حلقة. انت زودت ربطتين ايه? بقى. نزل اربعة هييدروجينات. فيبقى سي اربعة? اتشي كام? اربعة. سي اربعة اتش اربعة في? جيم. تمام. صلى عنها بصلى. ممكن اعملهم بشكل تاني? اه. سي. رابطة صناعية سي. رابطة صناعية سي. ها? سي اهي. انا حطتهم الاتنين دلوقت واربعة. ماشا باشا? ها? السي ده كده عاملة كام رابطة? السلح ايه? ديت عاملة كام? اربعة خلاص. دي ده السلح ايه? ديت للسلح كام? والله اي طرق تريحها كبير? وصلت? تمام. عدد الرهابط في الالكان الحلقي الذي كتلته الجزئي ايه? تمانية وتسعين. ده عاملة معامل القوانين من? الالكي. ان زرات كربون بتساو. ان زرات كربون بتساو. كتلة مولية على اربعتاشر. ده هنطرح حوالي هنزو. خلاص كام? كتلة المولية بتاعتي كام? تمانية الصغر عاملة بتاعت او الصغر بتاعت بس سبعة? اتش اربعتاشر. اسمه ايه الحاج? هبتان حلق. ماشي كده? هو عاوز عدد الرابط. عدد الرابط في المركب المفتوح بيساو عدد زراته ما يسواح. في المركب الحلقي بيساو عدد ايه? زرات. عدد زراته هو عاوز عدد الرابط كله صح? عاوز عدد رابط كله. يعني مش عاوز بين زرات الكربون ولا بين الكربون ولا ايدروجين ده هو عاوز ايه? كله. فيبه هنا كده هنقول له ايه? اجمع واحد وعشرين على خيرة الله. تمام. في المركب المقابل تعتبر كل من العبارات التالية صحيحة معدد. المركب المقابل بتاعنا اسمه ايه? واحد واتنين سناء بيوتان حلق. انا كتبت اسم المركب وبعد كده نبدأ نشوف. بقول عدد ده. مجموعات الميسيل بيساو عدد مجموعات الميسيلين. صلى على النبي يا جميع. ده مش ميسيلين. ده مش ميسيلين. هو كان ميسيلين وتحور. بقى سي ايه تشي باس. خلاص كيه? يبقى انت عندك هنا كم ميسيلينة? واحدة اتنين. يبقى اتنين ميسيلين اتنين ايه? ميسيل. يبقى الجملة دي بتنطلق ما تخترعاش لان احنا بندور على معادة. مركب الفاتي حلقي متجانس. صح? اكثر نشاطا من البنتان الحلقي? اه. اكثر نشاط من البنتان. عشان قيم الزوائي بتاعته اقل. تمام? ولكنه اقل نشاط من البروبان الحلقي? ايه. ليه? لان البروبان الحلقي بتبقى زوايا كام ستين? والبنتان الحلقي بيقترب من المية وتسعة? والحاج هنا كام? تسعين? فنشاطه متوسط ما بين الاتنين. تمام? يبقى نختار له بقى الاخيرة? الصغة الجزائية بتاعتها تبقى يا جماعة? الصغة الجزائية لازم تجمع الكربون. هي الصغة بتاعتك دي صغة بناية. مكثفة. ماشي? هتبقى الصغة الجزائية بتاعتي? دولا كم زر الكربون? ستة? يبقى سي ستة اتش اتماعش. ماشي يا جماعة? دي الجزائية. ايوة سي ستة ايوة الحلقة فيها اربعة وفي اتنين برهم. وصلت يا جماعة كده? يعني دي صغة بنائية ايه? مكثفة. وحتى مش مزبوطة كمان. نقصة ايه? ماشي. حتى لو هي يعني لو دي ستة ما تنفعش صغة بنائية صغة الجزائية. لان الصغة الجزائية از ما احنا قلنا كده بتبقى ايه? من الجماعة كلها مع بعضها. المركب واحد واحد واثنين سلاسة بنصايل بروبان حلق. ابدأ من هنا حاج. بروبان. يبقى كم? ثلاثة. طيب. بول ايه بقى? واحد واحد. الواحد بتاعنا هنا كده. واثنين. هنا كده. ثلاثة. ميصايل بروبان حلق. يعتبر ايه زمر لكل من. بص يا كبير. عدة زرات كربون وكشكش. هنا هيبه تلاتة وتلاتة كام? ستة. يبقى سي ستة. اتش سي. ماشي? متشكل للهيكسين. وابقول له هنا ما عادل. فهو متشكل لمين? للهيكسي. انا بصيت ليه تحته هكسان فاخترته لانه هيبقى هكسان ايه? حلقي. ماشي? طيب بروبان بروبان حلقي. اه. اصائل بيوتان حلقي. ايوة. ليه بقى? لان البروبايل في كم زرات كربون? تلاتة. والبروبان الحلقي تلاتة. فيبقى سي ستة اتش كام اتناشر. اصائل في كم زرات? اتنين. والبيوتان في كم? اربعة. يبقى سي ستة اتش كام اتناشر. وده حلقي وده حلقي. وده الكين. وانت عارف ان الالكانات الحلقية تتشكل مع نفسها او معه? الالكين. ما تتشكلش مع الالكان هو العاجل. ماشي? السؤال ده سؤال جميل. بقول لك هنا. عدد الايزامرات التي لا تزيد. لول المحلول البروم يعني ما لها? مشابعة. ماشي? للسي خمسة اتش عشرة. كنا قلنا السي خمسة اتش عشرة بيبقى له عشر ايزامرات. خمسة الالكين. خمسة الكان حلق. هو عاوز اللي ما بيزيلش يبقى عاوز المشابع يبقى خمسة. ولو عاوز اللي بيزيل يبقى خمسة برض. يعتبر مركب مين? اكتب ايه? بتعم ايه? اكتب الخمسة بتاعلي ما بيزيلش? صالة. صالة النباشة بقى. ده اسمه ايه دكتور عمير? ده اسمه ايه? بنتان حلق. ده اسمه ايه دكتور? مسايل بروبان حلق. بيوتان حلق. ده اسمه ايه دكتور? بيسايل بروبان حلق. بيسايل بروبان حلق. ما تنتقوا صح بقى? واحد واحد سنائي مسايل بروبان حلق. نسي تي ده ايه. قدس مش. صالة نبی اقبی. بولاك اعتبر مركب ايه ايه زمر بروبان حلق. بروبان حلق. بيوتان حلق. كا? جمعهم يباسي كا? ايتش كا? طالما هتدور على ايه زمرات بجيب الصغر الجزائية وبعد كده تبقى ايه? تشتغل بقى مع ابره. طيب متشكل للهبتان? هو ينفع متشكل للهبتان? لا. ده الكن ايه? حلقي. فيتشكل مع الكن او حلقي زي. طيب يتشكل مع الهكسين? ده سبع مع الهبتين ماشي. طيب. اربعة ايصائل واحد بنتين? ما ينفعش? ها ينفع. الايصائل كم زره اصلا? اتنين. والبنتين خمسة. مش هينفع اربعة ايصائل يا استاه. لانه هيتطول السلسل. اسمه غلط. يبقى اتنين ايصائل واحد بنتين. ماشي? لو عديت دولارة لهم سي سابعة. دولارة سي سابعة. ماشي. فهترجع بقى تكتب السلسلة اللي ايه? الطويلة. فعطوا السلسلة هنا. هتراحوا هاخد من الاسائل ضمنها ويطلع فرع ايه? ميسائل. الفرض. نقط في سلسلة الالكينات الحلقية. اي زمر للفرض نقط في سلسلة الالكينات. هنا بقى باشا تبدأ من الاول. انت عندك اول فرض في الالكينات. بيبقى سي تو. والالكينات الحلقية سي سري. ماشي? فهنا هو بيسأل على الالكينات اللي ايه? الحلق. فالفرض الاول متشكل لمين? للتان. الفرض خلاص? يبقى اول مع تاني. تاني مع تالت. تالت مع رابع. خلاص? يبقى اللي هنا بمقدار كام? واحد. رابع رابع. تالت رابع. ما انا قلت الاولاني? الاول هنا للتاني. اول مع تاني. تاني مع تالت. تالت. مع رابع. خلاص? بس يا ولد. لبعده. انظر الى الجدول الالات. نظر. ايا من الالات الصحيح. بصي بقى في الجدول كده. اسمها محايا. محايا. ده يا امه. الكان حلقي? الكين. ده هو الكان عادي. ده هو مشتق. هالو. جيني. لال. كين. او مشتق. هالو. جيني. لالكان. حلقي. ينفع مشتق. الو جيني لالكان حلقي. امشي ورايه وانت تغرق. يا ابن ده في كم زر الكربوني على. ها? ما ينفعش الالكان حلقي في زر الكربون. ماشي? ده اسمه صنائي. هالو. الكي. اه رابع يبقى مشتق هالو جيني لالكان. مشتق هالو جيني لالكان. تعال بقى كده نشوف الاختيار. بقول للمركب اكس اهو. هيدرو كربون حلق. ينفع. مشابع. ماشي. كده لحد دلوقت كده صح. والمركب زد اهو. مشتق هالو جيني لالكان. المركب اكس الكان. الكان. ده اكس صح? الكان. بس مش الكان عاد. كان مفروض يقول حلق. ما قالش. طيب المركب اكس اهي. درو كربون. حلق مشابع. صح. والمركب زد مشتق هالو جيني لالكي. صح. شوف الغلط في دل ايه. المركب. المركب واي. القي. فين واي. الكان عاد. اللي بعده. بقول لي في جزء المركب التالي. اي الخيارات التالية صحيح. بيسعى مجموعات الميسيل. مجموعات الميسيلين. وعدد الرابط بار. ظاهر قدامي كده كم ربطة واي. واحدة. واحدة ربطة بار. وهم كلهم واحد. مش هنستبعد حاجة. طيب. تعال نشوف كده. الميسيل والميسيلين. هي المشكلة كلها في الحتة ده. ان انت هتفكها. سي اتش تو. سي اتش سري. فتبقى عارف ان هي فهم نصيله فيها. وادخل في الحلقة بقى وزبط الدني. هنا ايه? سي اتش تو. ماشي? ودي برضو ايه? سي اتش تو. لانه مش طبق منها حاجة. طبعا هنا مفيش وهنا مفيش ميسيلين. هنا في ميسيلين. اللي هي سي اتش تو. وهنا مفيش ميسيلين. خلاص كده? عد الميسيلين بقى. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ست. مفيش اللي هي? خلاص. تعال بقى نشوف الاربعة من الصائل ونتأكد. واحد اتنين تلاتة. ها? اربعة. ماشي يا جماعة كده? افترض اطالب اربع عبارات. عن اربع مركبات ارو ماتين. بدأ ندخل في البنزين. هم? البنزين العطرة عدد رابط سجما في الجزء منه اتناشة. صح. لان عدد زراته سي ستة ايه دش ستة. ها اجمع زراته يساوي عدد رابط ايه? سجما. وعدد رابط باي تلاتة. نص عدد زرات كربون. يبقى الجملة دي الجملة ايه? صح. الصح. النفسة لين? عدد رابط سجما في جزء وبيبقى? تسعتاشر. صغطه. سي عشرة اتش تمانية. دايما لما اكتب سي عشرة اتش تمانية اقول لك خلي بالك ان في سي تمانية اتش عشرة طيب. وعدد رابط باي نص عدد زرات كربونو. خمسة صح. تماني. الان ثراسيل. عدد الرابط سجما في جزء وستة وعشرين. سي اربعة تاشر اتش كام? عشر. اجمعهم. اربعة وايه? وعشرين. بقى عدد رابط سجما فيه كام? اربعة وعشرين. ده بالمنطق بتاعنا ده كده الدنيا هتقوم بايزة. لازم حضرتك بقى نعمل ايه? نرسم المركب ونعيد. طلعت صح? كلهم صح? اه. دي صح? ماشي. سناء الفنية العدد الرابط سجما فيه تلاتة وعشرين. كلهم طلعوا صح? اه. تمام. يبقى اوه عاوزك تعمل ايه? ترسم. طيب انا عاوز ارسم. انا انت قلت كلهم صح يبقى العبارات كلها صحيحة فنختار له دات. طيب انا بقى عاوز ارسم. بيبقى كده. هنجي نعمل هنا ربطة. سنائي. فوت سنائي. فوت. سنائي. ماشي? هتفوت دي وتفوت دي وتحطي هنا كده. سنائي وسنائي. نكمل بقى هيدروجين. هيبقى هنا كده ايه? اتش. 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 قلنا الضلع المشترك مش شايد. اتش. تعال نعبد الرابط سجمة كده يلو. اتش. 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 امانتاش. تسعة عشر. يبقى كده تسعة عشر ربطة ايه؟ سيجن. تمام؟ دافي نفسه ري. طيب لو انا باقي تعمله؟. الان ثلاثين؟. لو جانا نعمل الان ثلاثين. هي بادة سي. اهو. هتقعد ضلع المشترك. هتبقى تحط عليه هيدرو جيه. ايه ده؟ مزبوط كده. تعال بقى كده نشوف الرابط بتاعتي. لو انا حطيت رابطة باي هفوت باي فوت باط. هتفوت الاتنين دو. ماشي? هتضطر اتفوت الكربونتين دولن. هنا. يبقى تضطر اتحط ايه؟ رابط باي عن ركت. خلاص? يبقى دول كده سبع رابط ايه؟ باط. تعال بقى نشوف الرابطي. فوت الضلع المشترك ما تحطش عليه؟ هيدرو جيه. ده مش مفروضة ولا حاجة? مش مفروضة ما احنا عملينا قبل كده. خلاص كده؟ تعال بقى حضرتك نعدي كده رابط سيجمال لواحدة بقى. واحد. اتنين. تلات. اربعة. خمس. ست. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. حدوش. اتناش. اتوش. باطوش. مستوش. ستوش. سبعتوش. تمنتوش. ستوش. اشري. احد وعشرين. اتنين وعشرين. تلاتة وعشرين. بقى وعشرين. خمسة وعشرين. ستة وعشرين. يبقى ستة وعشرين ربط ايه؟ سجم. وفيه سبعة بقى. ماشي؟ نعمل بقى. سنائل ايه؟ الفناي. بص يا جبي. ادى سنائل الفناي. لو سمحت يا دكتورة. انا في كربون اصا. الهيدروجين. رابط بقى. سنائي فوق. سنائي فوق. سنائي اكيد. خلاص? سنائي فوق دي. سنائي فوق دي. ماشي يا جماعة كده? خلاص? طيب تعالي بقى عند الروبط سجما. واحد. اتنين. الات. ربعة. خمسة. ستة. سبعة. تماني. تسعة. عشر. عمداشر. اتناشر. تغطاشر. اربعتاشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. ساعتاشر. عشرين. واحد وعشرين. اتنين وعشرين. ثلاثة وعشرين. لسه في حاجة ما تعدتش? نجايبهم منك كم? ثلاثة وعشرين. وستة بقى. خلاص? طولنا في السؤال ده. مع ان المفروض ما كناش نطول فيه بس الناس تقول لك جات من ايه? جماعة الابارات التالية. احنا اخترنا بقى اخترنا مين? ده. طيب. جماعة الابارات التالية صحيحة عن الشكل المقابل معنا. طبعا يا جماعة الخير ده بنزين وده دائرة الرؤمن اللي جواه. ماشي? فراج البولة ترتبط زرات الكربون مع ده? مع بعضها. بروابط وحدية ومزدوجة بالتبادل. ماشي. تبادل روابط وحدية ومزدوجة في جزء البنزين قدى لثبات حلقة البنزين الاروماتي. الحلقة ثابتة. يعني ايه ثابتة? يعني فيه التفاعلات اصلا بتاعة الرابطة ايه? بقى. تدل الحلقة داخل الشكل السوداسي على عدم تمركز الالكترونات الستة. تمام. الجزئة الواحد من البنزين بيوجد بثلاث روابط? دي صح. وده يتبو كام? اتناشر. يبقى ده اللي غلط. يبقى هو هنا? مش عاوزك اصلا تحل السؤال. ده هو بعطلك المعلومات. عدد مولات الهيدروجين اللي لازمها لتشبه واحد مول من في باي نايل. الاستليين سي رابطة سلاسية سي. الفاي نايل بيبقى عبارة عن سي اتش تو رابطة صناية سي اتش. والناحية التانية هيبقى سي اتش رابطة صناية سي اتش تو. هيدروجين كتير بيبقى البارة. عندك هنا اده رابطة? باي اتنين تلاتة اربع رابط ايه? اربع رابط با. يبقى هنا كده اربع با. فمحتاجين اللي خمسهم. اللي خمسهم يا جماعة? هو عدل. هو عدل. هم? ده يبقى اربعة باش. عليها وضعه كده? افين التلاتة. هم? انت عندك في الاستليين في اتنين رابطة با. والفنايل ده في رابطة والفنايل ده في رابطة. في الفينايل. طيب تعالي بقى هنا. عدد مولات الهيدروجين لازم انتشبه واحد مول من سنائي في نايل استلي. هيبقى سي رابطة سلاسية سي. وهنا في نايل. وهنا في نايل. معروف ان الفينايل بيبقى فيه كم باي? تلاتة با. وهنا تلاتة با. يبقى مجموعهم كم? ستة. وفي اتنين? يبقى تمانية با. يعني انا عاوز تمانية مول من الاتشي تو. ماشي? طيب. عدد مولات الهيدروجين لازم انتشبه واحد مول من الانثراسين. احنا كنا رسمين الانثراسين دلوقتي كان فيه سابعة باي. خلاص يا معا كده? فالراجل بقول لي فهي انه الترتيب الصحيح لكل من اكس واي زد. انا هرتب على وضع كده. طبعا السؤال متعدل وانت عارف انهم متعدل. خلاص? يبقى مين اللي اكبر? اكبر من زد? اكبر من مين? من اكس. يبقى الاختيار بتاعنا قال. فهو عدل السؤال واختر اجابة تانية ما فيش مشكلة. اي الطرق التالية تصلح للتمييز ما بين البروبان العادي والبروبان الحلق? طبعا انت عارف ان البروبان الحلق اكثر نشاطا من البروبان العادي? الاحتراق فين في الهواء? طيب. محلول البروم مش هزلونه مع ايا من هما. محلول الكي امي ان افر المحمد مش هزلونه مع اي من هما. تفاعل مع السوديوم ما خدناش تفاعل الالكنات مع السودي. اثنان اثنان من الهايدرو كربونات. صيغة كلا من هما سي تلاتة ايتش ست. اي ببروبان حلقي وبروبين. بولي يمكن التمييز بينهم عمليا باستخدام. كلا من ماء الاكسوجين. طبعا ماء الاكسوجين ما بكشفش. ماء الاكسوجين ما بكشفش. لانه عدم اللون. ما بحصلش تغير لون. ماء الاكسوجين اللي هو فوق اكسيدي لايدروجي. فهتشيله. ماشا يا جماعة كده. يبقى ماء البروم او محلول البروم لاحمر من زي فرابي اكلوريدي الكربون. هيزل مع البروبين مش هيزل مع البروبان الحلق. الجدول التالي بيوضع عدد رابط سيجما في كل من البروبان. والبروبين والسايكلوبروبان. خلاص كده? طيب. بيقول لي هنا عدد رابط في الايب يبقى تمانية. تمانية ده يبقى مين? اللي هو سي تلاتة. اتش كام? ست. ماشي عدد زراته كام? عدد زراته تسع. ناقص واحد. يبقى مفتوح السلسلة. يبقى ده من البروبين. طيب. والتسع ايه بقى سي تلاتة اتش ستة? بس ده هيكون ايه? حلق. عدد زراته ما بنطرحش منه واحد. طيب السي اللي هو عشرة ده هيبقى ده من البروبان الايه? البروبان العاد. لان البروبان العاد يبقى سي تلاتة. اتش كام? تمانية. عدد زراته حداشر. ناقص واحد. يطلق لنا عشرة ايه? سجل. يبقى المراكبات بالترتيب. ده هيبقى. في المراكب التالي. السلسلة كام? واحد اتنين تلاتة اربعة. والحلقة كان? تلاتة. نشتغل ان ده هيبقى فرع. وده مين? الاصر. ماشي كده? طيب بيقول لنا ايه مين ما قالي غير? لا اعتبر من الالكانات الحلقية. لا مش الكان حلق. هو استنى. اه هيبقى الكان حلق. ماشي. هو يعتبر الصغة بتاعته بتتبع الالكانات الحلقية. صغته بتتبع الالكانات الحلقية. وان كنا نسميه فرع حلقي. والاصل هيبقى ايه? اللي هو الالكان العاد. ولكن الصغة بتاعتها تبقى سي. دولان ثلاثة. واربعة سبعة. فهيبقى سي سبعة اتش كام اربعة اشر. فيعتبر تصيغة تبع الالكانات الحلقية. الصغة الجزائية ليه سبعة اتش اربعة اشر. تمام. يتفاعل بالاضافة? تسميته حسب الايوباك. هيبقى واحد سايكلوبروبان بيوتان. اوبروبايل بيوتان طبعا ان قلت كتسمية. هيبقى ايه? متفرع حلقي لالكان. متفرع حلقي لايه? لالكان. ايه زمر لابسط الكين غير متماثل. افسط الكين غير متماثل اللي هو البروبين. هيبقى سي اتش. تو ربطة صنائية سي اتش. سي اتش سري. الايه زمر بتاع البروبين. بروبان حلق. يمكن ان يتصف بكل مما ياتي معاد. هيبقى متفرع? وبقول له كله معاد. هيبقى صفته سي اتش تو اتش. وهيبقى ناشط جدا. ومشابه.